كله بيسأل ايه خير الأعمال ايه أحبه الأعمال ايه أفضل الأعمال هي قاعدة الاعتدال خير الأعمال الاعتداله خيره الأعمال ازاي ده يعني الاعتدال في كل شيء يعني انا صهران طول الليل امبارح والصبح نيمت ما روحتش الشغل ربنا ما قالش كده قال للنبي قم الليل قم الليل يا أيها المزمّل قم الليل هنصلي قيم الليل قد ايه الا قليل نصفه او انقص منه قليلا يبقى التلت او زد عليه لما زود عن نص بقى التلتين ورتل القرآن ترتيله طب هو كان يقيم الليل اللهم ما صلي عليه يطرب النهارة يعملي بقى يريح شوية بقى وكان بيقيم الليل اتلاقوا الايات ربنا بقول له ايه ان لك في النهار سبحا طويلة عندك مهمة بالنهار عندك شغل بالنهار ياهو كان بيقيم الليل وعنده شغل بالنهار اه طيب قيامه الليل بقى قد ايه يقيم قد ايه ربنا قال له اللي يتراءة ليك بقى قم الليل الا قليلا نصفه نص الليل او انقص منه قليلا اقل من النص يبقى التلت او زد علي ازود عن نص يبقى التلتين في اخر الصورة بيقول ايه ان ربك يعلم انك السيدنا النبي تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك اللي هو طائفة من المؤمنين برضو بيصلوا قيام الليل والله يقدر الليل والنهار احيانا الليل يبقى طويل شوي احيانا يبقى صير يختلف من صفل شتا علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله الناس عندها صفر الصبح وشغل واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منها يبقى التوازن ما قالوا مش بقى وصنتوا فيكم مرضى وفيكم ناس راح الشغل الصبح وفي ناس راح الجهاد وكده طيب خلص بلاش قيام الليل ما قالوا مش كده فقرأوا ما تيسر منه اجعل لك حظ من قيام الليل مش هتقدر تقيمه تلتينه طب نصه لا مش هقدر طب تلتو مش هقدر طب ستسو مش هقدر طب صلي ما تيسر اهو فقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قردا حسنا شوف شوف التعددية في صلاة وفي زكاة وفي قرد حسن وبعدين وفي كل خير بقى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ترجمة نانسي قنقر